اليوم تنتشر طبعا فلسفة التشكيك يعني بشكون في الحق شو اللي بعرفني انه هذا الحق انتو بتقول انه هذا الحق لكن شو بعرفني انه هذا هو الحق واليوم فيه طبعا يعني احنا وصلنا لوضع حداثي لكن وصلنا ما بعد الحداث اللي هي بوست مودرنزم انه يعني من الفيلسوف نيتشي بيتكلم عن استعارات عن كنيات عن تشبهات عن حقائق هي اوهام شو اللي بيدرين انه أنا اللي ماسكه بايدي عبارة عن قلم معدن الى شو اللي بيدرين انه هذا حقيقة بل كي وهب بل كي مش مش مزبوط شو اللي بعرفني شو اللي بخليني اتأكد يعني امور بتناقض نفسها فلسفة اخرى اللي بتتكلم عن التعددية في الرؤية العالمية انه جميع الحقائق هي متساوية في مصداقيتها هذا النوع يعني باسف عم بياخد طريقة او طريق اللي يكون فيه عنده التسامح انه كل ديانة كل تعليم لابد عنده شوية حق كبر لي دماغك كبر لي مخك في الموضوع هذا انه يعني كله يعني ماشي بالتمام لكن احبائي ليس ما يقول الكتاب المقدس بشرط او بطريقة اللي بتعلم فيها الفلسفات الاخرى الكتاب واضح سواء في العهد القديم سواء في العهد الجديد بتقدم معلومات حقيقية معلومات واضحة بالنسبة لموضوع الحق